بسم الله الحمد لله الصلاة السلام يا رسول الله أتمامنا ولله الحمد لمننا الأصل الثالح من الأصول الثلاثة بسم الله الصلاة وسلام على الرسول الله الله قم آgesetzt لنا لبيع الاتصال نحن فتندEngif أكثر معرفة الأصول بقي معنا أصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نحن فتندعين عصول أن التفائد وعتمدRMS من طانما خمبلنا نعم لابد أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسهب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم و هاشم من قريش و قريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا فضل الصلاة والسلام نعم لابد أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أربعون قبل النبوة ثلاث عشرون نبيا و رسولا هو نبي و رسول أول ما نزعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي أول سورة العرب اقرأ بسم ربك الذي خلق نعم وأول ما نزعى عليه وهو رسول يا أيها المدثر أول سورة المدثر نعم أما بغمر من صلى الله عليه وسلم ألتك بغن هالدا أنبرين نزل بغن آيات يا أيها المدثر ولد بمكة عليه الصلاة والسلام بغمر من صلى الله عليه وسلم مكة تقلغن و ها يرى إلى المدينة مدينة هجرة تقلغن ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مكة تقلغن يدعو إلى الإسلام و ينذر عن الشرك إسلام غا دعوة قلب شركتنا قهلا درغن نعم إلى من بعث هل بعث إلى العرب أو إلى الإنس فقط بعث إلى الثقلين جن والإنس اللهم صلى الله عليه وسلم ألقا على سبيل و كل من بلغته و دعوة محمد عليه الصلاة والسلام و لم يؤمن به فقط كفر أكبر كان من كان يهود نصران مجوسي نعم هل كل من الأدم إذا كان بغمرنا صلى الله عليه وسلم أنه يدعوه ما يدعوه يهود والخريسيان والخريسيان و أشخاص يدعوه يدعوه إيمان لتأكبر و يدعوه كفر من و يدعوه كفر من هذا الدين كامل. يعني لا يستطيع أحد أن يبتدع في دين الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم. اضعه إن جاء العبارة. نعم ونبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا يقرب إلى الله إلا عماره. وليس مره عن الله إلا والهانح و أعظم ما أمر طوحيد و أعظم ما مهانه أشهد و أعظم ما أمار بيه التوحيد نعم لا بد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الى السماء السابعة نعم نعم قبل الهجرة بثلاث سنة نعم 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 اشتركوا في القناة